طيب الاهلي دي اخبارنا النهار ده بقى الاهلي قرر انه يربط صرف مستحقات اللاعبين بالفوز في 3 او في 3 مباريات القادمة اللهم مين اللهم ببراميدز وافيوتشار والزمالك في كاس ماصر لو اللاعبين كذبوا المباريات دي هيقدوا مستحقاتهم وهيقدوا مستحقات زيادة كمان او مكافئة زيادة هي مكافئة الفوز بكاس ماصر الكلام ده حصل ازاي برسالها جتلهم على الواتساب لكل اللاعبين يعني هتلتزم الفترة اللي جاية هتكتهد الفترة اللي جاية هتاخد المستحقات بتاعتك هيبقى فيه زي اللي حصل في مباراة الجونة هتتأخر المستحقات شوية وشويتين ليه؟ اشوفيه غضب كبير جدا من لجنة التقطيط وقدرة النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي من اللاعبين بعد اللي حصل فيه المباراة الماضية امام الجونة وحاسين ان اللاعبين يتحملوا هذه المسئولات